الشهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية صباح اليوم منتدى المحافظة الجنوبية للتنمية الاستثمارية والذي عقد في نسخة الثالثة تحت شعار نحو مجتمع مستدام وذلك بحضور سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة وسعادة وزير الأشغال وعضاء مجلسي الشورى والنواب وكبار المسؤولين والمستثمرين من الشركات الكبرى ورواد الأعمال الشباب يهدف المنتدى إلى استعراض المشاريع التنموية الكبرى في نطاق المحافظة وتعزيز الشراكة والتواصل مع القطاع الخاص وألفت أنظار المستثمرين نحو المحافظة كبيئة غصبة للاستثمار بهذه المناسبة أكد معالي وزير الداخلية أن الأمن الذي تنعم به مملكة البحرين بفضل الرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى ودعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يمثل ركيزة أساسية للمشاريع الاستثمارية والمضي قدما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار برنامج عمل الحكومة الموقرة أشار إلى أنه انطلاقا من أن حفظ الأمن وتعزيز الشعور بالطمأنينة من أهم متطلبات الاستثمار فأن مملكة البحرين تعتبر بيئة آمينة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في ظل ما تتمتع به من تشريعات مرنة ومستقرة بما يسهم في تطوير الأليات الداعمة للاقتصاد الوطني من جهتي أكد سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية حرص المحافظة على تنفيذ التوجهات السديدة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بالتواصل الدائم مع الأهالي وتوفير أفضل الخدمات لتحقيق التنمية الشاملة في المحافظة بدعم ومتابعة من سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أوضح أن حضور معالي وزير الداخلية ورعايته لهذا المنتدى هو تأكيد على ما يليه معاليه من اهتمام وحرص على تحقيق المقتصبات الوطنية إذ تستمر المحافظة في تعزيز الشراكة المجتمعية وإقامة سلسلة من المشاريع والمبادرات مضيفا أن المنتدى يشهد مشاركة واسعة من الشركات الاستثمارية ورواد الأعمال انطلاقا من حرص المحافظة على مد جسور التعاون مع الشركات لدعم التنمية والاستثمار وإبراز ركائز عمل المحافظة في الأمن والتواصل والتنمية وأشار سموه إلى أن التكنولوجيا تعتبر محركا أساسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورافدا هاما للتقدم حيث تبنت المحافظة الجنوبية نهج التواصل الدائم مع الأهالي وتبني الخطط الإلكترونية ضمن الحرص على رز احتياجات الأهالي وتقنين أحدث التقنيات للتواصل مع أفراد المجتمع وتلبية احتياجاتهم أكد أن المحافظة الجنوبية تعتبر القطاع الخاص شريكا استراتيجيا في بناء المجتمع وتقدر عاليا ما تقوم به الشركات العقارية من تطوير للمرافق العامة وإنشاء المشاريع الحيوية لإنعانش الحركة السياحية والاستثمارية في مختلف مناطق المحافظة وعبر سمو المحافظ عن اعتزازه بالإسهامات البارزة لرواد الأعمال البحرانيين وبدورهم الفاعل في دعم الاستثمار في المحافظة لافتا إلى حرص المحافظة واهتمامها بالتواصل الدائم فأبواب المحافظة مفتوحة لاستقبال الأهالي ودعم احتياجاتهم ضمن أولى الأولويات لعمل المحافظة من جهته أشار المهندس يوسف المانع الرئيس التنفيذي لشركة الجنوب للسياحة إلى حرص الشركة على تعريف الحاضرين على خبرتها العملية في مجال التنقل البحري اللوجستي والسياحي لمناطق متعددة من المحافظة الجنوبية والرؤية المستقبلية في سياق المتصل أكدت السيد أحلام جناحي رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرانية أن المنتدى هو علامة مضيئة في مسيرة عمل المحافظة نظير استمرار نجاحه في نسختي الثالثة إلى ذلك تم عرض فيلم قصير حول التنمية الاستثمارية بما يؤكد أن المحافظة الجنوبية وجهة بارزة للأعمال والمشروعات التنموية والحضرية المستدامة ومؤهلة لإقامة مختلف المشاريع المستقبلية عقب ذلك تكريم الجهات المشاركة والشركات الاستثمارية وعدد من رواد الأعمال الشباب بعدها تفضل معالي وزير الداخلية راعي الحفل بافتتاح المعرض المصاحب للمنتدى والذي يضم أبرز المشاريع الريادية والاستثمارية المبتكرة في نطاق المحافظة الجنوبية ترجمة نانسي قنقر